أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع شون لإقامة عن استئناف الإلغاء التلقائي لإقامة العملة المنزلية والتي مضى على وجودها خارج البلاد مدة ستة أشهر فأكثر بحيث يتم احتساب مدة وجودهم خارج البلاد اعتبارا من مطلع شهر الجاري وذكرت الإدارة والعامة للعلاقة والإعلام الأمني بأن الإجراء سيعود بعدما توقف في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة كورونا وفرض قيود على السفر بين الدول داعية المواطنين في حال رغبتهم بوجود العملة المنزلية خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر التقدم بطلب قبل انتهاء المدة